غيرت الشيخ بارك الله فيك بالنسبة للحيوانات المحرمة هل هي نجسة وماذا يجب على من لمسها بيده أو بثو أم الحيوانات المحرمة قسمة تسم لس لها دم كالعقرب والخنبساء والجعلان وما أشبهها هذه ناسة نجسة لا في الحياة ولا في الممات ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الدباب في شرابه أن يغمس له ثم يشرب نعم أمر أن يغمس له ثم ينزعه يعني ويشرب المبادر ومن المعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فسوف يموت فأخذ العلم من هذا أن كل حيوان ليس له دم يسير فهو طاهر في الحياة وبعد الممات أما الذي له دم يسير فهو طاهر في الحياة نجس بعد الممات كالفأرة والوزار وأشبه ذلك هذا نجسة في الحياة وبعد الممات لكن الطوافون منه الذي يكفر ترددهم عن الناس سهل الله فيها على العباد فجعله طاهرا في الحياة مثل الحرة والفأرة والفأرة وما أشبه ذلك هذه تكون طاهرة في الحياة ونجسة ونجسة بعد الموت ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت السمن أن تلقى وما حولها فلم تلعان طيب النجس من الحيوان بعضه نجسة مغلط كالكلب نجسته مغلط إذا شرب في الإناء فإنه يجب أن يغسل سبع مرات إحدىها بالتراب فالخلاصة الآن كل حيوان محرم الأكل فإنه نجس في الحياة وبعد الممات إلا ما لس له جمعا يسير فهذا طاهر في الحياة وبعد الممات وما كان له دم يسير فهو كما قلت لك نجس في الحياة وبعد الممات إلا الطواق الذي يكذب تردده على الناس فهو طاهر في حياته نجس في موته حالما أردت التفصيل طيب ما كان نجسا فلا أتلمسه وأنت رط إذا لمسه وأنت رط أو هو أرد فلا بل دماغ أصياد ما ما يضر إلا كان ناشي ما يضر نجس في الحياة ترجمة نانسي قنقر